الرقية تنقسم إلى قسمين رقية شرعية مشروعة ورقية شركية ممنوعة الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة أن تكون من القرآن يعني أقرأ الفاتحة أو من السنة يعني أعوذ بكلمات الله التم أو بأسماء الله وصفاته يعني أقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو أن تكون بكلام معلوم لا مجهول يعني لو يقول خارمير لا ندري أش خارمير مثلا نعم مفهوم لأنه ممكن التكلام وكما أقول هكذا هذا غير مفهوم مثل出现一些不可理解的声音 أو像这样的 مثل لا بد نسمع إذا كنت تقرأ أنت على إنسان لا بد نسمع ماذا تقول لا تقول الرقية بصوت من خفض سر لا لا بد تجهق بالرقية نسمعها لا يوجد عندنا رقية إلا باللغة العربية لا يوجد رقية باللغة الصينية باللغة الإنجليزية لكن يصح أن يدعو باللغة الصينية لا إشكال يصح أن يدعو باللغة الصينية لا إشكال بشرط لا يغير الأسماء الحسنى يقول يا الله ثم باللغة الصينية يقول مثلا إهدني اغفر لي زوجني مثلا ولكن في في الناس الانجليزية ما أجدد أن تقرأ المغربية الآلاقية ولكن لا يتسح أن يدعو باللغة الصينية الآلاقية تقرأ الثالث أعتقد أن الله سبحانه وتعالا هو الذي يجعبي المنفع تفعل مرضا إذاً 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 إختل شرط من هذه الشرط الثلاثة تنتقل من رقية شرعية إلى رقية شركية إن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله والصفات قولنا بكلام مفهوم معلوم اسموع باللغة العربية Pامتالي آر アラフィオ アラフィオ 的祈祷詞 来做祈祷 أنا عجقض نها الشرف Pامتالي آر アラフィオ 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 的祈祷詞 我們要知道 這些祈祷詞 這些祈祷詞 只是治病的原由 No